7 مارس 2019 ينطلق ملتقى تونس لرواية العربية في دورته الثانية ويتواصل حتى لتسعة مارس مشاركة روايين ونقاد من تونس والعالم العربي الدورة الأولى شهدت مشاركة عدد كبير من الروائيين من بينهم ضيف الشرف الروائي إبراهيم الكوني العبودية والعنصرية في الرواية البشر السوداء وقربات التحرر هي المحاور الأساسية اللي بيش يتم نقشتها خلال الملطقة هذا ولي بيش يكون فيه ضيف الشرف الروائي اللبناني إلياس خوري اللي أهتم في كتاباته بقضايا حقوق الإنسان وبالعبودية والعنصرية محاضرتي راح تكون بعنوان الكتابة والألم وهي محاولة لقراءة واقع الكتابة اليوم في العالم العربي وسط هذا الألم الكبير الذي تعيشه العرب وسط انهيار أحلام الربيع العربي منطقة تونس لرواية العربية فرصة لتبادل التجارب بين روائيين توينسة وعرب وبرنامج سري يستنى في المشاركين في الملطقة هذا اللي يحكينا علي أكثر مدير بيت الرواية الجيهة المنظمة للملطقة كمال الرياحي ضيفنا اليوم في بتوقيت تونس الكاتب والرواية التونسي كمال الرياحي ضيفنا بيننا مدير بيت الرواية في مدينة الثقافة كمال مرحبا بك شكرا لتنبيت الدعوة تونس عاصمة للرواية العربية حكينا عن الملطقة الملطقة طبعا مرحبا بكم أولا ومرحبا بالسادة والسيدات والأنسات والجميلات تونس الخارقات والرواية والعربيات اللي شاهدوا في برنامجك نعم مع تعليق على أنه ما نعمل في الشعر السيد السياسي اللي كان هنا أنا أتمنى أنهم يعملوا شعر لأنه ليس من شعر أكثر من الشعر اللي نسمع فيه في السياسة يجمل السياسة آه طبعا الملطقة هو في دورته الثانية ملطقة عربي كبير أصبح يمكن أن تفتخر به تونس بعد الدورة السابقة التي حققت نجاحا كبيرا تحت عنوان الرواية القدرة على التغيير والتي تزامنت مع افتتاح ونشأت أول بيت للرواية في العالم العربي السنة الماضية وعلى امتداد أشهر تواصل العمل بلقاءات كبيرة ملطقيات كبيرة دولية وتونسية وعربية اليوم نصل إلى مرحلة جديدة والنسخة الجديدة من ملطقة تونس للرواية العربية تحت عنوان قضايا البشر السوداء مهر يسر وصلت بيها للسؤال الثاني وحدك وحدك العنوان لافت في الحقيقة ومستفز في آن علاش قضايا البشر السوداء حتى لا فيش دخول هذا كأحسن ما يكونه كمن باب الدعاية لقضية ثقافية عادلة بالتأكيد نعرضها كمال علاش اخترت قضايا البشر السوداء وشفت أنا البرنامج ثم حديث على عنصرية ثم عديد الندوات والجلسات العلمية في صميم الميزة والتمييز في الحقيقة ملتقى تونس للرواية العربية طبعا برعاية وزارة الثقافة وبيت الرواية تحديدا قالت يعني على نفسه أن منذ البداية أن يطرح قضايا جديدة في الرواية العربية لا يكرر تلك العنوين المتكررة في الملتقيات العربية وأن يذهب على المباب الثابت والمتحول فيه وأيضا الانفتاح على رواية ما بعد الحداثة التي تهتم أساسا بمسألة الأقليات الحريات الفردية ومثل هذه المواضيع بما فيها الزنوجة وقضايا البشر السوداء طبعا طرح هذا الموضوع عربي يمثل جرأة كبيرة وليس من بلد جدير بطرح مواضيع جريئة مثل هذا اللي تونس طبعا تطرح دائما مواضيع جريئة لا واستحذرت البعد الأفريقي في طرح مسألة الزنوجة وليس مستفزة على فكرة ما بين الجرأة والاستفزاز نعم هو مستفز من باب الإيجابية لأنه فما استفزاز إيجابي يحفز على المجيء والمواكبة للندوات طبعا أما ثم بعد أفريقي زادة فلا فيش حاذر في العنوين سأسرك يعني سر هذا الأفيش الذي ترونه أمامه هو أول غلاف لرواية برج الليل للبشير خريف التي صدرت سنة 1962 هذه طبعا في حجم الجيب الرواية وهذا مستلهم منها مع تحركات شوية في الجانب الفني لكن هذا شعار الملتقى وهذا برج الليل الذي يقفز على كل شيء بخياله وهو يمكن أن ترى فيه الجانب المطارد لأننا نتحدث عن مسألة تسريد العبودية وأيضا مسألة الحلم والخيال هو أنيق جدا جميل وبسيط وحالم وحمال لرسالة وهو أيضا سوف يكون مجسم لتكريم الروائيين العرب والتونسيين جميل كمال مش ممكن نحكي على ملتقال الرواية دون سلطة الأسماء السنة الماضية إبراهيم الكوني الرواية الليبي اللي عيش في سويسرا المبدع في الحقيقة السنة اخترته إلياس الخوري سلطة الأسماء تؤمنون بها في استفاد أسماء وازنة جيب جمهور للرواية لأنه نحكيه على مستهلك أو جمهور في نهاية حبيب مشعار في وفقني خليه نربط ونخل تفاعل مع حبيب سلطة الأسماء ثم أسماء بيرزة في الحقيقة الكاتب الإيرتري صديقك حجي جابر معروف ثم أسماء من العالم العربي زادة موجودة تفضل نعم سأتوقف عند الأسماء ولكن بسرعة أدب الزنوجة والاحتفال بالزنوجة أو التساؤل عن مكانة الزنوجة في سردية الرواية العربية أنا في تقديري ليست دقيقة جدا لأنه لما نتكلم على تحويل الزنوجة إلى موضوع وموضوع كفاحي في مواجهة الميز العنصري هي في آخر التحليف الأدب الإفريقي يعني بالنسبة لنا في الرواية العربية في الرواية العربية خل تكلم يا كمال خل تكلم نحن في الرواية العربية احتفلنا بالزنوجة طيب صالح ومحمد فتوري وبرق الليل اللي تتكلم عليه أنت وعنطر ابن شداد وبوزيد لهلالي دخل نتكلم عنه وبوزيد لهلالي بالنسبة لنحن داخل السردية العربية ما كانش عندنا مشكلة زنوجة أنت تحب تعمل ملتقى للرواية تعمل فيه حاجة هكذا فيها عسيات أنت حر أنت ملاحظة على الشعار على عنوان الاختيار ليس موضوعا مثيرا شيء طلعت على الورقة العلمية والطلعت على الموضوعية مثيرة لا لا حبيب خلينا نقصف لهم كمال البشر السوداء عضية البشر أنا أعطيتك معرفة وأنت أتسألة الرواية والمدونة وأنت تحكم على ناقد ورواية وأنت أتكلم على ناقد ومسرح ورواية هرجوك هرجوك من أين الرواية؟ أنا ما أخذ لك الرواية معرفة تعوتك أحنا نجد نحففان بالملتقى أنت تهجل من جهل بالرواية العربية كمال أحنا نحفف ونحففين بالملتقى يا عايشك روى التدخل يبقى بالرواية غضبك دليل على أنك مش متمكن من موضوعات يا حبيب لا 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 حبيب لسنا في وارد تقييم أنت مش متمكن من مكانك أنا لسنا في وارد وتخشى المواجهة هذا لا يفيد المشيات في شيء خلينا في سياق الاحتفال كمال ركز معي سأل عندي ما نسأل الموضوع مهم علش سنا الياس الخوري مثلا الياس الخوري يعني طرح لماذا الياس الخوري الياس الخوري أجمع قدمنا مجموعة اللجنة في 30 كاتب تونسي بشكل ديمقراطي عرضنا مجموعة من الأسماء طبعا تصدر الياس الخوري المجموعة إلى جانب أن اخترنا دائما في ملتقى الرواية أن يكون ضيف الشرف خارج التيمة والآن في هذه الدورة نحتفي بالقضية الفلسطينية من خلال ما قدمه الياس الخوري من أعمال ولذلك مدخلته سوف تكون خارج التيمة في نفس الوقت لأننا قررنا في المنطقة أن نذهب إلى تفاصيل وإلى مسائل دقيقة جدا في الرواية وعلينا أن نحافظ على حجم ضيف الشرف لذلك اخترنا أن يكون دائما سيكون خارج التيمة ليكسر ذلك الإقاع في المنطقة مقصود يعني الموضوع أن يكون ضيف من خارج التيمة اللي يجرب أنه الياس الخوري لا يحتاج شهادة الرجل مترجم إلى عشرات اللغات يمثل ثقل عالمي وكاتب عالمي وبعد إبراهيم الكوني الياس خوري لا يملأ طبعا مكانه عندك تحدي كبير في الدورة الثالثة أنا دائما في التحدي منذ ظهوري في هذا المشهد العربي من بيت الخيال وبيت الرواية طبعا طبعا يعني تركنا بيت الخيال وأسسنا في الواقع بيت الرواية وناس دي كاميرون قبل حصيلوا قصة طبعا نهار تحكينا عليها على مسيرتك الشخصية الإبداعية طبعا حاجة يا بربي خالدنا أن ننهي بها كل ضيف في هذا الملتقى كل ضيف وأتحدى أي شخص يتابع الموضوع كل ضيف اخترناه من خلال نصه نصه الذي اختاره أن يكون في هذا الملتقى لا 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 نصه أنه كتب في الموضوع لذلك نحن نتحدث عن المعرفة كل شخص جاء كتب في موضوع البشرة السوداء إما روائيا أو نقديا الإختيار موضوعي ومبرر أنا في نفس السياق أحب نسأل عن تداخل الأجناس الأدبية ثم احتفاء بالشاعر الأفريقي في ملتقاء الرواية وهو شيء جميل وإميسي زير وسنغور سيكون جمال الجلاسي أتدوجا صديقنا الشاعر والمترجم جمال الجلاسي يؤمن يوم 8 مارس الساعة 2 ظهرا في مدينة الثقافة لقاء عن أصوات من الشاعر الأفريقي لماذا هذا الخلط بين فن مديني وفن بدوي أذهب معك بعيدا الافتتاح سيكون بمقطوعات من الجاز يعني المسألة دقيقة جدا في ملتقى تونس للرواية العربية أولا وانفتاح الرواية على كامل فنون الفنون والأداب وعمرها ما كانت الرواية تعيش في جزيرة منعزلة إنما دائما في علاقة بالفنون الأخرى ودائما توصف بأنها الإسفنجة التي تمتص جميع الأجناس والفنون نحييوك ونشكروك كمال الرياح يا رواية والكاتب التونسي نتمنى لك كل التوفيق أنت ومجموعتك الفريق الكل نحييوه شكرا على سيدي للقايمين على الملتقى شكرا مشاهدين للوفاء والمتابعة دمتم بخير أكثر تفاصيل في الأخبار ياللقاء عند الإشارة تكون الساعة عند الإشارة تكون الساعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر